السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعة حال النهاردة اكلمكم عن كيفية استخدام الواقي الذكري بشكل سليم عشان تضمن انه يكون فعال ويحقق الهدف منه اولا نعرف ايه هو استخدامات الواقي الذكري يمكن كلنا عارفين بس بنأكد على المعلومة الاستخدام الاولاني وهو عدم الحمل بيستخدم كمانع للحمل كونترا سيبت في طريقة من طرق موانع الحمل بيستخدموا الازواك او غيرهم لما ما يكونوش عايزين يحصل حمل الاستخدام التاني وهو مانع للعدوى كالوقاية من نقل العدوى من شخص الى اخر دول الاستخدامين الرئيسسيين للواقي الذكري اسمه بالبلد كده الكوندوم عشان تاخد النتيجة المرجوة من استخدام الكوندوم او الواقي الذكري لازم تستخدمهم بطريقة سليمة وصحيحة انا فيما يلي هاشرح لكم ازاي تستخدموه بطريقة صحيحة وسليمة استعارت صور جبتها او يعني نسختها من هنا ومن هناك واعتذر ان الصور شوية هي صحيح مش صور بشرية صور رسومات كاريكاتير ولكنها برضو قد تكون خادشة لحياء البعض فاعتذر منكم وخلينا نتابع مع الصور ازاي تستخدم هذا الواقي الذكري بشكل سليم بحيث يحقق الهدف اذا كان الهدف هو منع الحامل او الهدف هو الوقاية من العدو فخلينا نشوف اول حاجة عند استخدام الواقي لازم تتأكد عند شراءه بقى او عند قبل استخدامه انه صالح ان تاريخ الصلاحية لسه موجود في البعض يقول لك احنا هنأكله ولا نشربه لا اذا كانت التاريخ الصلاحية منتهي فقد يكون غير فعال دي حاجة الحاجة التانية اختار مركة تكون معتمدة ومعروفة وجيدة زي ما عليها علامة السي اي تاني نقطة لما تفتح الكيس المغلف افتحه عند العلامة بتاعت الفتح فيه شقك كده صغير افتحه ليه لان لو فتحت من مكان تاني ممكن تدمره او تكسره او تقطعه دي بقى اللي جاية معلومة يمكن بعض منا ما يعرفهاش فركزوا فيها مهمة يعني عند الاستخدام بقى تمسك الواقي الذكري من الحفة بتاعته من نهايته وتضغط عليها بين صوابعك بحيث دي مش هتدخلها في العضو الذكري عشان هتخليها دي مساحة احتياطية لتجمع السائل المنوي فيها تبتدي تسحب الواقي الذكري على العضو الذكري بتاعك اللي على القضيب يعني الى نهاية القضيب وكده انت مستعد لبداية الممارسة الحميمة او الممارسة الجنسية بعد ما بتخلص القصف ده وقت ان انت تشيل الواقي ازاي؟ بتشيله باهتمام شوية بحيث ان الحيوانات المنوية ما ايه ما تفليتش او تدلق منه وتسحبه بالتدريج الى نهاية تلاحظ ان النهاية بتاعته اللي انت سايبها فاضية هي اللي مليانة بالحيوان المنوي دلوقتي دلوقتي المفروض ترميه في الزبالة بس قبل ما ترميه تعمل عقدة زي ما بقين في الصورة كده عقدة عشان المنى ما يخرجش بره الكيس وبعد كده ترميه في الزبالة زي ما انتو شايفين كده الخطوات سهلة يعني مش عايزة يعني فتاة او انما اللي ما يعرفش ممكن يغلطه خصوصا في حكاية الفراغ اللي بتركه في الاول وحكاية ان هو يشيله بتقني وبرعاية عشان ما يخرجش المنى بره لان المنى لو خرج بره ضعت فايدة الكبوت او الواق الزاكري لانه ممكن العدوى تتنقل او ممكن الحامل يحصل وبكده ديت كده اتعشى من نقوك كلكم عرفتوها والناس اللي كانوا دايما تسألني ما تسألنيش عنه تاني الفيديو او موجود وشكرا لكم واشوفكم مرة تانية في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي يحب يتصل بيا مجانا في طريقتين يا اما عن طريق الموقع اللي انتو شايفينه ده اول ما تفتح الموقع ده هتلاقي ايكونة بهذا الشاك تضغط عليها يطلع لك هذا البوكس بعد كده بتتحور معي هنا سهلة جدا جدا مش عايز منك تسجيل ولا دخول الموقع مجيبه 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 اشتركوا في القناة